النهاردة كمان مش من النهاردة من امبارح واول امبارح في حكاية كده بصراحة ما بحبش هتكلم في الحاجات دي وقلت ايه انا مش اخش الجدل فيها وعشان فيها حاجات كده وفيها معتقدات وافكار وحاجات انا ماليش في الدوشة دي خالص ما بعرفش اروح لها ما بعرفش مش بتاعتي بس ربنا يا رب يشفي مؤمن زكريا ويحميه ويا رب يعفي عنه وطيب وجميل وربنا بتلاب مرض وان شاء الله ينجيه ويبقى في ميزان حسناته في يوم من الايام في الجنة بإذن الله فطلع حد فيديو وقالك انه مش عارف حد عامل لعمر مؤمن زكريا مش عارف عمل وفي قبر والقبر ده عند والد الكابتن مجد بص حكاية من الاول مجدبش عليك ما اشتريتش حاجة ما اشتريتش بس ما علقتش انا راجل مؤمن جدا جدا ان ربنا صاحب الملك هو اللي بيتحكم في مصرنا وفي حياتنا وفي صحتنا وفي كل حاجة ما اخش في الجدال ده خالص عمري يعني بس شك يعني في حاجة خلط في الموضوع وفيديوهات وصور وحد خد مؤمن وورا في قصة مش طبعية النهاردة مشكورة مشكورة غير حقيقية بالعصور على اعمال سحر تخص مؤمن زكريا لعب النادي الاهلي الحكاية تلقيت ايه الراجل التربي وقريبه ومراته وابنه وصحابه عملوا قصة باختصار يعني عملوها ليه تفتكر عملوها ليه تعالي تعالي تفتكر عملوها ليه عشان بس ايه انا انا جيبت الخبر ده مخصوص انا بقولك وش عايزة خوش بس انا جيبته عشان لهاقولك دلوقت ده اجماعة الجنان بتاع الاركام والفيوز والمتايزيشن والفلوس اللي اتخدها من الفيديوهات والحاجات دي كلها جنينة الناس فوقت حاب يعمل فيديو عشان يجيب ملايين المشاهدات فيجيلوا عليها فلوس مستغلا ايه بقى مستغلا مرض بني ادم يا جدع جدع حرام عليك ازاي في حد بيفكر كده الموضوع ده مش حكاية مؤمن بس دي حكاية كتيرة في حياتنا دلوقت الناس بقى عندها استعداد تعمل اي حاجة عشان تجيب شوية مشاهدات ومعها شوية فلوس تجي بقى على حساب بني ادم على حساب مرض بني ادم على حساب امال بني ادم ورحته واهله وعيلته وحياته مش مشكلة مشكورة وزارة الداخلية انها تحركت سريعا وكشفت الامر اللي كان واضح من الاول انه في حاجة غلط فيك مزيف واضح من الاول بصراحة يعني الله يسامحهم يعني الله يسامحهم اللي عملوا كده تتخيل واحد مريد يعني بغض النظر بقى بس يعني اي حاجة بتتقله ممكن يروح معاهم أو في وضع ضعف تستغل ضعف بني ادم يا اخي انت جاحد بصراحة يعني انا اسف لا انا اسف لحضراتكم يعني انا اسف لحضراتكم